اهلا بكم الولادة عمل بطولي للمرأة عمل بطولي بالفعل يعني شيء رائع وعظيم ورحلة مثيرة جدا للاعجاب والانبهار خلي بالكم انه ممكن جدا بداية كلامي جدا انه اتنين لسا مجاوزين يروحوا لسبب الاول اخر لمنظومة تأخر انجاب ويتقالوه من اول زيارة من اول ده ممكن يحصل انتوا لازم لكم حقن المجاري من اول زيارة ده هيكون اول سؤال بس خلي بالكم انه في عوامل مشيرة جدا في حياة المرأة قد تؤثر على رجاح الحقن المجاري يعني ايه مثيرة غريبة غير الحاجات الكلاسيكية مخزون مبيض حاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة بشكل تفصيلي مثل الاستعدادات قوة المعمل طبيعة الجنين المتكون طبيعة البويضات حالة الحياة المنوية كل الكلام الكبير القوي ده لا هيقولكوا كلام تاني مهم بس مش كبير وقوي زي ده بس يعني هتستغربوه جدا في حاجات في بيتك بتعمليها انت يوميا ممكن تأثر على النسب نجاح الحقن المجاري اول هذه الاشياء انك تتعرضي لمواد كيميائية مخيفة في حد ذاتها لكن انت بتتعاملي معها بشيء من السزاجة الشديدة جدا اول مادة كيميائية هي الفورمال ده هايد وده موجود في طلاق الاظافر في المونيوكير اللي حضرتك بتحطيه عمال على بطال ده في مادة خطيرة جدا قد تؤثر على نجاح الحقن المجاري وتؤثر على القدرة الانجابية عند المرأة عموما الفورمال ده هايد المادة التانية اسمها البارابين البارابين ومادة تانية اسمها بنزوفينون ودي مواد موجودة في المرتباط لحضرتكو برضو بتحطوهم عمال على بطال موجودة في الصابون الصابون اللي فيه ناس كتير بتغسلوا الشاه كتير بتستخدموا كتير فيه تلوقات الصابون الغسيل اليد اللي هو طبعا ده لازم نستخدمه بس لازم نكون حازرين اصلا في الحقن المجاري لازم نتأكد من انه ما تسبش وان المرتباط دي بلاش منها في عملات الحقن المجاري او مع الحقن المجاري المادة التالسة اللي هي فثلات او فثلات فثلات ديت موجودة في المواد البلاستيكية ولذلك ما تحطيش حاجة سخنة في مادة بلاستيكية ما تكليش في طبع بلاستيكي ما تشربيش القهوة في الكوباية البلاستيك من المطعم او من المحل المشهور الغالي ده وتمشي بيها بقى ماشية بالقهوة في البلاستيك بتاعها برضو موجودة المادة دي في الأدوات التجميلية لما تباشي انت راح تعملي حقن المجاري وكل يوم تعملي فول ميكاب لانك انت بتأثري على قدرة تكوين الإخصاب او الجنين وكمان بتأثري على النجاح الحقن المجاري نهاردة حوار مثير للغاية يكون اول سؤال هو اول سؤال في حوارنا اللي هو سؤال افتكروا معايا بس الاول ارحب بضيفة وفكركم به القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم الإخصاب المساعد وباستمتع بحواره العلم الراقي جيد لنستويس بكور محمد ابراهيم سالم يستشاري الحق المجاري واطفال النبيب وتأخروا إن جاء بمراكز دار الطب اهلا بيك دكتور زي فيلم كده مشاهد المشاهد الاول الست جاء تعمل حالة من جالي هي والراجل الدكتور قال لها تمام تحليلك تمام هرموناتك مضبوطة الـ FSH الـ LH نخزونه مبيض تمام احنا زبطناه تحليل السائل منوي كويس يلا نبدأ نعمل سحب البويضات سحب البويضات تمام سحبنا البويضات جبنا حيات المنوية الأمور كويسة جدا حقالنا حيات المنوي في البويضة تحسن ميكروسكوب انقسام الجنين تمام شوف كم تمام يتقابل لغاية دلوقتي هنرجع الأجنة رجعنا الأجنة رجع الأجنة تم بصورة جيدة تمام كل شيء يدعو للتفاؤل ثم سكتنا بعض الوقت وعملنا إجراءات اللي هي التأكد من حدوث حمل اختبار الحمل لأن اختبار الحمل نيجاتيف صدب بعد كم تمام ما جاتش التمام اللي احنا مستنينها مستنينها ما جاتش التمام اللي هي اللي الناس عايزة تسمحها بالعكس جات المفاجأة لا مش تمام بعد كذا تمام انت قلتها طبعا سقف التوقعات بيعلى والأمل بيكبر وحلم الأمور بيزداد فعشان كده الست لو جالها بعد التمام اللي انت قلتها دي كلها التمام الأخيرة دي هي بتبقى مستنية يعني ايه اللحظة سعيدة بالنسبة له فما بيجي عكس التوقعات التبقصات مجبيرة جدا وخاصة لو الطبيب علي بيسقف التوقعات بالنسبة للمريضة بتاعته طب هي التمامات تصح ولا غلط وجات من اين هو انا النهاردة ما اقول تمام على حاجة بالنسبة للمقياس بتاعة في وقتها يعني ايه برضو يعني ما طبيب النهاردة يقول لي سيدا النهاردة انت الطبيبوت بتاعك ماشي كويس جدا وتمام جدا جدا والأمور ماشي تبع الجدول اللي احنا حطينه وانتي استجابتك ممتازة ورائعة جدا يقصد الحدث اللي هي بتمر بيه في هذه الفترة مثلا الطبويد ياخد وقت من 10 ل 14 يوم اي سيدا النهاردة بتاخد فترة طبويد للحقن المجاري او استعدادا للحقن المجاري من 10 ل 14 يوم هي في الجزء الطبي السليم بتاعها وبالتالي لو خرجت خارج نتاج اللي 14 يوم اقول لها انت مش تمام فاذا بقول تمام ومش تمام بالنسبة لفترة الطبويد انا مجدش جنب الحمل خالص يبقى اذا النهاردة اي سيدة تتجاوز اللي 14 يوم يعني السيدة النهاردة اللي تاخد 18 يوم تنشيط او 21 يوم او 25 يوم اقول لها حضرتك الاستجابة كانت ضعيفة الاستجابة ما كانتش ممتازة الاستجابة ما كانتش احسن حاجة احنا طولنا في أدوية التنشيط طولنا في مدة التنشيط وقتها الست دي مش ماشية مع الجدول المحطوط او الفترات الزمنية اللي بسمعها بها في التبويد يبقى اذا الست دي يقول لها انت تنشيطك ما كانتش ماشي كويس والست التاني يقول لها انت تنشيطك ممتاز جدا 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 فطبعا بتاخد كلمة ممتاز ان انا هحمل لا هي كلمة ممتاز يعني طبويدك في التبويد ده كويس النقطة التانية الستة النهار ده أنا نشرتها وسنها مثلا 25 سنة وبعدين سحبنا بوايضات وخرجت مثلا من 12 ل 18 بوايضة أقدر أقول عليها مش تمام؟ أنت تمام جدا؟ أنت تمام جدا بالنسبة لعدد البوايضات المستقرجة من المبيض بالنسبة لسنك لو ستة تانية سنها 25 سنة وخدت نفس فترة التنشيط ولسبب ما أو لآخر سوف نذكره في حلقات قادمة إن شاء الله راحت نفس الستة اللي في نفس العمر طلعت بوايضتين أو ثلاثة يبقى إذن اللي طلعت من 12 ل 18 أقول لها أنت تمام واللي طلعت 2 ل 3 أقول لها أنت أقل من التمام فبنقول تمام أو مش تمام بالنسبة لعدد البوايضات مش بالنسبة هنحمل ولا مش هنحمل دي نقطة تانية النقطة التالتة النهاردة أما تلاقي 6 النهاردة وصلت الأجنة بتاعتها البلاستوسست وصلت لليوم الخامس وانقسمتك يا كوسة جدا ما فيهاش حاجة اسمه يعني الجنيه مفيهش جزء منه فرجمنتد أو حاجة زي كده أو فيه تكسير مبالغ فيه بالنسبة 10 أو 20% وأجي قريرة بنفس الست اللي خادت أدوية التنشيط وفاجأة أن هذه السيدة بس عندها 10 أجنة من الدرجة الأولى ونفس الست في نفس العمر بنفس عدد البوايضات اللي أجنة بتاعتها صفت على 2 أو 3 والأجنة من الدرجة التانية أو التالتة يبقى أن هذه السيدة روليانتي تمام جدا بالنسبة لجودة الأجنة والتصنيف الأجنة ومقصبات الأجنة والست اللي في نفس عمرها اللي خادت نفس أدوية التنشيط أقول أنت مش تمام طيب أنت بيش تمام ليه؟ فيه أسباب تانية ممكن يكون فيه مشكلة في الحنوات المنوية الحنوات المنوية كانت نسبة تكسير الماد الرصافي كانت عالية للغاية فأثرت على جودة البوائدات وجودة أجانية فيه أسباب كتير جدا ممكن تخلي سيدة طلعت 18 بوائدة وسيدة تانية طلعت 18 بوائدة هنا يتم إخصاب 12 أو 14 وهنا يتم إخصاب 2 أو 3 أسباب كتير جدا ممكن نقولها فيه حلقات قادمة إن شاء الله فإذا نقول لست دي الأخصاب بتاعك كويس جدا إخصابات بتاعتك ممتازة جدا أنت تمام عشان نسبة للإخصابة العالمية تقريبا 75% فأنا من خاصة بـ 12 من 18 دي حاجة كويسة جدا أما من خاصة بـ 2 من 18 أنت مش كويسة للغاية فده مفهوم كلمة تمام وتام بالنسبة للسيتي دي السيتي دي النهاردة أما لايه بطنط الراحة بتاعتها ممتازة جدا ولايه تريبل لاين اللي احنا تعلمنا عليه ولايه أنه النهاردة زي ما الزرع كده بيحصل الأسطار دخل بمنتهى السهولة والأسطار دخلت كلير يعني ما فياش نقطة الدم ولا ما فياش أي حاجة أولا أنت خطوة الزرع طبعا أنا بيزدع الأجنة دخل الرحم وطالع بمنتهى السلاسة دي الأجنة بتتحط فطبعا التكنيك بتاع الزرع نفسه وبطنط الرحم والرحم أما الأسطار تطلع كلير وما فياش أي نقطة الدم ده معناه أنه بتطنط الرحم ما تعورتش يا دكتور أيمن ولا الجرحت ولا أي حاجة بداية أنه الأسطارة طالعة نظيفة جدا وقتها الست دي هتقول لها أنت خطوة الزرع بتاعتك كويسة جدا والأسطارة طالعة ممتازة جدا أما الست النهاردة اللي اتعور فيها بطنط الرحم لسبب أو لآخر نتيجة صعوبة في الزرع أو 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 دي وقتها أقول دي أنت أقل من التمام شوي وانت تمام الست بتيجي الترجم دي يا دكتور أيمان في الآخر تقول لك الدكتور النهاردة قالتني مغزونك ممتاز جدا الأخصاب بتاعك كان ممتاز جدا فترة التنشيط كانت ممتازة جودة الأجنة فوق الممتازة بطنط الرحم ممتازة خطوة الزرع عندك يعني زي ما الكتاب بيقول وتنقلت الأجنة بتراك وإسا ده هزيدك من الشعر يا بيت بقى أنه إيه أنه هذه الأجنة كان فيه فقد وتجمدت الأجنة كمان ده معناه أنها وصلت إلى مرحلة عالية جدا كل العوامل مبشرة كل العوامل في مصلحتها ومبشرة للغاية كمان ولكن تيجي بقى تعمل اختبار حمل تمام؟ يطلع نجده إزاي أنت كل الخطوات كنت أقول لي ممتازة جدا والحمل ما فيش فيه فرق بين خطوات الحقن المجهري وفرق بين نسبة ناجح الحقن المجهري لازم نعلم أنه الحقن المجهري ده إجراء طبي له نسبة نجاح ونسبة نجاح وإنت بتتخذ كل الإجراءات والاحتياطات والتدابير الاحترازية قبل إرجاع الأجنة داخل الرحم ولكن ويقر في الأرحم ما شاء هو ربك من يشاء وينطقي ويختار هو ده العامل الوحيد الحقيقي كل اللي إحنا قلنا ده اجتهاد حقيقة هو ملوش قيمة ملوش قيمة القيمة الحقيقية وولك ملوش قيمة ليد وقتها آآ آآ لأنه هو له قيمة علمية ده الاجتهاد بتاع الإنسان بزبط وقل عمله بزبط لكن في الآخر بعد وقل عمله فسيال الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهو يقرر ربنا سبحانه وتعالى بقى إذا كان حيقماشي العمل ده ولا لأ بزبط كده لأنه ليه الموضوع كده أنه خلي بالك إحنا ممكن نقول تمام وتمام والست ما تحملش والست لمكاتش عجبانة وإنا شفت الكلام ده كتير جدا تحمل مخزون ببيض ضعيف والله العظيم حيوانات منوية أنا عندي لسه من قريب يمكن عيانة جاي من تونس تمام وهي فقد الأمل تماما تماما وعملت يجع عشر تنشر مرة حق نميجاري عدد وما شفتش الحمل مرة سنة تريدين تريدين سنة وأنا عدت نشرط فيها يعني هي بيضة بالعافية يعني لو يقال عليها بوايدة مثلا انت فاهمني وهرمون بيعلب بطء الاستراد ده يلوح إزا كده دخلنا وقيت لأنا مش هعمل عملية بيضة يعني ومش عارف إزا كده يعني مش هنقصر حاجة دخلنا وسحبنا وزرعنا اختبرها من بتاعها 287 بصدر اللي هو أساسا إيه يعني بتطلع زعلانة والستر اللي بيطلع الشي بيضة بتطلع فرحانة أنا شفت أجنة يعني لو في حد النهاردة استلمي التقرير اللي ما عمل أجنة بيطلعه من تحت إيدي ممكن يقول لي هو مين الدكتور اللي ما عندوش ضمير ده اللي زرع لك هذي الأجنة أي دكتور خارجي الأجنة دي لا تصلح للزرع مين قالك أن الدكتور لازم يزرعها لك لأ حضرتك أنا شفت أسوأ من دي أجنة واتزرعت مش الست حملته بس ده الست حملت وجابت طفل وجات لي بعدها تربح سنين والطفل لا يوجد بها أي تشوات على إطلاق دي أنا شفتها بعناية دي شهادة قدام ربينا سبحانه وتعالي شفت أجنة تصنف فيه كليات الطب والدراسات الطبية إن أجنة يعطبها يعني التالتة أول الرابعة ده في الدراسة ما قبل الزرع جنين لسه في المعمل يعني أجنة تصنيفه مش من الدرجة الأولى ولا التانية ولا حتى التالتة وهذا الجنين بيتم زرعه وبيجيب أجنة عيال زي الفل وفي ناس أجنة فوق الممتازة فوق الممتازة ولا حتى ده معنى إيه؟ إنه الحمل مش بتاعي ولا بتاعك إحنا بشر بنكتهد بنأخذ بالأسباب النتيجة بتاعت ربينا سبحانه وتعالي عشان كده نسبة نجاح الحق المجهاري 40-60% في أحسن الأحوال يعني مفيش حاجة يسمع حق المجهاري 70% ولا 8% والدليل على كده إنه السيدات سيبك بقى من إيه؟ الحق المجهاري وإنت ممتاز ولا مش ممتاز أنا أقول لك ما الدكتور بقول كده عشان المركز يعني يرفع من روحنا المنوية في أكتر من السيدة اللي بتعمل تحديد نوع الجنين ومركبة الأولى عشان ما تحملش وتيجي عنده أربع بنات وعايز الولد وتيجي تعمل تحديد نوع الجنين في الحق المجهاري ممكن تحمل ممكن ما تحملش ما تقدرش تقول بها فهو مشكلة في البيض ولا في الحالات المنوية ولا في البيضات ولا حيات تاني ده إحنا نسلم كم كامل ما خدناش حتة إنه إحنا كلمنا على الزوك في الأول وكلمنا على كلمة تمام لسه فيه رحلات لسه معنا القادم هو هيكون هذا العنوان هل كل ما يظهر خلينا نحط عنوان النهاردة كما اعتدنا معك إنه هل كل ما يظهر بشكل براق ومفرح وسعيد وواضح ويدعو للتفاقف الحق المجهاري ده من المؤكد إنه هيدخل معنا في مجال الإجاب ومجال حدوث الحمل بالفعل وهل كل ما يشير إلى معوقات ده الجانب اللي يهمنا بقى قوي وإنه الأمور سلبية وإنه الدنيا مش حلوة مش أحسن ما يكون ممكن في الآخر يعني عكس المتوقع ويحصل الحمل ده هنحكي قصص مسيري خلينا المرجع نحكي قصص نحكي عجبني قصة الستة التونسية دي قوي وعجبني فكرة إنه إخوان العرب يجو مصر لإنه مصر قبلة مهمة جدا في السحل العلاجية دار الطب واحد دار الطب بقت أحد أشهر المؤسسات في الوطن العربي اللي يعتبر بتستقطب عدد كبير جدا من الدنيا العربية يعني تونس كيبيا السودان السحل العلاجية شيء مهم للغا الخليج لا لا إحنا يعني هو برضه أقول لحديك حاجة مش عشان شغال في دار الطب هي فعلا دار الطب يعني بتتميز إنه فيها مجموعة متحضرك عارفهم كلهم طبعا كبيرة جدا من القامات العلمية والطبية وناس على أعلى مستوى من التفكير والأمانة اللي يمكن موضوع الحق المجاهدة ده دكتور أيمن أكتر ما محتاج علم ما محتاج أمانة كل فرات طب واحدك والله كل فرات طب بس أقول لحديك حاجة أنت النهاردة أنا بولد واحدة قيصرية ودفعت فلوس مش عارف هي على الأقل شايفة بيبي وطالع يعني مصدقان إن أنا عملت قيصرية الناس اللي بتشيل الزايدة بطلع الزايدة بقول لك أنا شلت لك الزايد فأنت بتشوف حاجة مرئية الناس اللي بتشيل أورام اللي فيها بقول لك أنا طلعت لك عشر أورام اللي فيها وعد ورايا أما الحقن المجهري أنت لا شفت حيوانات منوية ولا شفت بويضات ولا شفت إخصاف المعمل ده حتى الأجنة اللي المدان بتزرعها داخل الرحم لا ترى بالعين المجرد يعني يعتبر البضاعة بتاعتنا كلها غير مرئية على الإطلاق فهنا بقى قمة الأمانة لأن أنت النهاردة العيان بيصدقني في كل حاجة قولوا أنت طلعت عشر بويضات هيصدقني طلعت اتنشر هيصدقني فهي مسألة أمانة أمانة عالية قوي قوي لأن أنت النهاردة لا عيان شايف حاجة تخصبت ولا حاجة انقسمت ولا جديد تزرع هم سدك في كل حاجة يعني ربنا نسترع عليهم يا حقيقة مثلا لو حدي بيتكلم مثلا في التخسيس حضرتك خسيت خمسة كيلو بتشوف فتا انت خسيت عشرة كيلو حضرتك سكارك الزبط هتعمل تحليل وتأكد أنه سكر الزبط ده فعلا انت لفت رزيزي الحكاية دي نورت وشرفت ربنا خليك البقاء في العزيزة القمالة المي القدير أنا سوز الدكتور محمد براهيم ثاني مستشاري الحق الميجالي وأطفال النبي بوعا تأخذوا إنجاب بمراكز در الطب العريقة أنا ضيفي في الدكتور خليكو دائما مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر